واجدت لنا بالحبس قدم ترسوم الاختراح بمجرد الازمة ما هو الاختراح ما هو هذا الاختراح قلت لكم الذي يخرج في حراكة الجمعة لا يأتي الناتجة لكن الجمعة لا يأتي المشروع الثورة التي يتبشي ثوراتها كل يوم لا يأتي الجمعة لا يأتي الجمعة أي واحد يخرج الجمعة كما في أوروبا يحوصوا مع عيدهم يأكلوا بعض الزلادية يأكلوا بعض كوكا ومن بعد يدخلوا ديارو لم يكن أقولوا عمرنا لم يشفناش في التاريخ أو في العالم أو في الجزائر بما يخرجوا الجمعة يقولون هاتي سياسية فيها هاتي لا توجد هاتي على بلكم لم يكن حتى مثال في التاريخ أو تأجزي أو تألعلم أننا شعب يخرج أمهار سمنا يجبنا تجزيزي هاتي سياسية هاتي سياسية سيكونوا من فعلوا أنه يقولون أنه يوميا يقولون 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 أنه يقولون يقولون أنه يقولون أنه يقولون في الحبس في الحبس قدمت لكم استراتيجية سموها حرية الرمضان حرية الرمضان يقولون يقولون الرمضان يقولون 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 في تسعة وعشرين يوم شعر رمضان لا نصوموا بالجمعة برك شعر رمضان نصوموا كل يوم تسعة وعشرين يوم في السنة لا يقولون لماذا تسموه بالجمعة برك هذا ما كان يقولون يجب أن تسموه تسعة وعشرين يوم كل يوم أنا أكبرت المثال المثال وذبتوا وشركين في الجزيرة سبيتوا رمضان الحريين يجب أن نمشوا كل يوم في طماشق ونحبسوا كل شيء كل شيء الحوالي الإدارة الكونسولية السفارة البترول القاغ يجب أن نحبسوا كل شيء في الجهير يجب أن نمشوا كل يوم في مدة تسعة وعشرين يوم هذه هي الثورة التي تجيب الناتجة سياسية هذا الحراك شعبي حيث أولا يجب أن نرغب الحراك الشعبي مع الحراك اقتصادية ومع الحراك قانوني هناك ثلاث حراك لن تصبح الناتجة سياسية ثلاث الثورة تجيب الخاصة يجب أن نحراك شعبي اقتصادية حراك شعبي واحدا تشعب ما يقول ولو وردنا نعيده في روحنا كما شفتو؟ عنا عميل ردنا نديره في الحراك ويجدنا ويجدنا نتيجة جدنا زير نبتاش نتيجة ويجدنا نتيجة جدنا